أول ما بتفتح حينك على الدنيا أول حاجة بتشوف في حياتك هي والدك فبالنسبة لك ده دايماً بيكون قدوتك ما فيش شك إن القدوة ليها تأثير كبير جداً في بناء الإنسان وصياغة شخصيته وتنمية قدراته كل واحد فينا لو بص جنبه كمان مع مرور الزمن هيلاقي إن القدوة اللي ممكن يتعلم منها ويستفيد من نجاحها زي ما قلت في البداية بيكون والدك بعد كده ممكن يكون حد مدرس عندك في المدرسة بعد كده ممكن يكون مديرك في الشغل كل شاب في المجتمع قادر أنه يحقق طموحه ويصنع لنفسه مستقبل مشرق مليان بالنجاح والتفوق المعادلة دي هتحقق في حال أن أنت تشوف نموذج ناجح عشان تقتدي به النهاردة هنتكلم عن القدوة طبعاً هيكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي لمنوارنا صباح خير عليك يا دكتور صباح خير عليك دايماً يا أهلاً بحضرتك منوارنا في البداية عايزين نعرف المفهوم العلمي لكلمة القدوة هو مفهوم العلمي لكلمة القدوة الصورة الزهنية لإنسان بيكونها تجاه رمز أو شخص قدام عينيه بيتأسى بيه بيعمل له نوع من المحكاة والتقليد والنمزجة بحيث أنه هو يستصير دوافع الداخلية أن يبقى زيه في يوم من الأيام يحاول بقدر الإمكان أنه هو يقلده في كل كبيرة وصغيرة طب ده ما يعيش اسمه تأليد ده تأليد آه طبعاً التأليد ده بيقى في مرحلة عدم النضج يعني لسه وإحنا في مرحلة الطفولة بنسمع دايماً يقولك إيه خلي عندك شخصية يعني أوه خلي فيه قدوة لكن خلي عندك شخصية بالعكس ده هو قدر حضرتك كون إن الواحد يبقى ليه قدوة ده بداية أن يرجع عنده سلب كونسبت أو مفهوم نحو ذاته أنه بيستقل عن نصق الأسرة بيبقى ليه شخصية مختلفة ودايماً من سمات مرحلة المراهقة اللي عليها 7-8 سمات بيبقى أهمها أن المراهقة بيبقى ليه قدوة اللي هو بيحطها في مشيته بقدر الإمكان فهو إنه هو مرحلة عدم النطج بيبقى إحنا بنسميها التأليد الأعمى أو بياخدها بما لاها وما عليها لما الإنسان بيوصل إلى مرحلة الرجد واكتمال قوى العقل يبتدي بعد كده هو تيبقى ليه قدوة البناء الحقيقية اللي هو ياخد منها سمات الإيجابية ويصيب الباقي يعني كنت أتذكر وإحنا في الجامعة كان لها صديق دايماً يطلع في الحفلات يغني بحفرات الصمر يقلت محمد منير ويميل بكفه كده ويعمل بشعره كده ونفس المتلازمة الصوتية بتاعته فلما كبر ونضج خلاص استقل بقى ليه شخصية بقى يغني في أسور الثقافة بالطبقة اللي تناسب صوته بالشكل والملامح اللي يتميزه فانطلق بعد كده هو فالقدوة مطلوبة في البداية أنك ممكن تعمل لها بالفعل محاكاة وتقليد آه وحضرتك يمكن أشارط للوالدين أو للأب ده الأب بقى مش بيعمل محاكاة وتقليد ده احنا بنعمل توحد نفسي توحد نفسي أنه بيحاكي الأب في كل سكناته وفي كل كبيرة وصغيرة يعني حتى دايماً احنا بنشوف بعض البنات على سبيل المثال أول ما بتبتدي بقى تتوحد مع الأم تمسك الشنطة بتاعتها كده وتلبسها تبندلة كده على الأرض وتمسك ألم الروش تقصر وتحطها على شفايفها يعني بتعمل لها توحد تبع أردو صغيرة كده أردو صغير كده أو لبس جذبت مميتها أيها بالضبط وتلاقي مثلاً بالنسبة للأب لبس الكرباط بتاعته ومدلدلة كده على الأرض ولبس الشوز بتاعه وهكذا يعني بيوصل لمرحلة من التوحد النفسي في كل السكنات وكل كبيرة وصغيرة ما بيبقاش مجرد قدوة بالنسبة له أو نموذج يحتزى به طيب دكتور انت حركت كلمت عن نقطة حلوة وقدتنا مثال حلو لصحبك اللي كان بيقلد الفنان محمد ونير لكن حصل زي تويست كده في شخصيته قدر فيه انه هو يستقل بشخصيته ويعمل الحاجة التي تليق عليه وتناسبه هو ازاي تويست ده بيحصل بعض الناس بتكمل تقليد أو بتكمل ان هي شايفة نموذج معين من الأشخاص حباً هي تكمل زي وبقية حياتها وبتعيش في ضل هذه الشخصية وفي الحقيقة بتفشل لانه لازم يكون نسخة واحدة من كل شخص من فاش نبقى كلنا نسخ مكررة من بعض فالتويست اللي حصل ده بيحصل ازاي ازاي نقدر نساعد الناس اللي متعلقة بالزيد بشخصيات معينة ان هي تغير من ده يبقى ليها حدية شخصيتها زي ما حضرتك وصفتها هو الانسان كل ما اتسم بالنطج كل ما ابتدى يستقل بشخصيته واخد من القدوة نموذج في النجاح مش سلوكيات بتحاكة في كل كبيرة وصغيرة فالنطج بالنسبة له نمرة واحد نمرة اتنين تراكم الخبرات والمواقف يعني دلوقتي لما لاي الناس انا بغني زي محمد منير او عمر دياب او تامر حسني وفي كل مكان الناس تقولي لان تعمل زي تامر حسني بالزبط فيجي عليها وقت بحيث لنا استنساخ ومسخ منه بيجي عليها وقت بستشعر لنا بضحك الناس وببهجها باعتبر لنا انا بقلد واحد مش انا ليها شخصية مستقلة فالانسان لما بيشوف المواقف الضغطة اللي هي الاجتماعية عليه بالمنظر دوت مع تكرارها يبتدي يقولك لا انا لازم يبقى ليه قدوة بين التقديد الاعمى زي ما حضرتك قلت وبين استخلاله بالقدوة بيبتدي يقرى فيها ان هي بتنور له الطريق في النجاح مفردات نجاحها ايه ادوات نجاحها ايه بتبقى القدوة بالنسبة له كتاب مفتوح بيقرى فيه التجارب والخبرات والادوات اللي هي نجح بيها فبيحطه على ملامح الطريق الصح بيبقاش مجرد محاكاة وتخليد ولكن بيتنور له هو ممكن يعمل ايه الخطوات اللي ممكن يمشيها الهدي اللي ممكن يهتدي به وهكذا ويمكن حتى يعني حضرتك انت بتتكلم على ان الواحد بيتولد ويدور على قدوة ده في يعني علماء قالوا الكلام ده قالك ان القدوة دي فطرة في الانسان ليه فطرة في الانسان استدلوا بالقال الخرآني الكريمة لقد كان لكم في رسول الله اسواته محاسنة قالك كان هنا ربنا استخدم نفذ كان معظم الفقهاء والائمة قالوا ده دليل ان دي فطرة موجودة في الانسان منذ قديم الازل فمنها فطرة منذ قديم الازل بيبقى مش مجرد توحد نفسي او محاكاة وتقليد بيجعل الانسان وقت بيستقل بيها مع مراحل النطج المختلفة طيب دلوقتي عندنا شباب مثلا ازاي الشباب دول يختاروا القدوة في حياته هل لازم نقعد نشوف الشخصية اللي هنقتدي بيها ونشوف الظروف المحيطة بيها ونشوف امكانياتها المادية وده نقطة عايز اركز عليها امكانياتها المادية هل لما اجي اقتدي بحد لازم تكون ظروفه زي ظروفي ولا اقتدي بحد ظروفه احسن عشان احاول اوصل اللي هو وصل بص حضرتك واحد بتتكلم عن القدوة وتعرفها انا يمكن قلتلك تعريف مش موجود في المراجع شوية وتعريف نفسي قلتلك يا صورة ذهنية الانسان بيكونها عن حاجة الصورة الذهنية دي مش شرط تبقى واقعية يعني ممكن تبقى صورة ذهنية غير مستحبة انها ممكن تقتدي وتتأسى بواحد مثلا بروجر موجود على السوشيال ميديا وده اللي موجود دلوقتي مثلا في جيل الشباب العولمة والسوشيال ميديا خلت مفهوم القدوة في نوع من التشويش الزهني بقدر الامكان معاش زي الزمان بالنسبة لنا القدوة بالنسبة لنا ممثل او نجم سينمائي او لعيب كرة مشهور الى اخره بقى دلوقتي شفنا بعض البروجر بيطلع بيعمل محتوى لا اخلاق في بعض الاحيان ولكن الشباب شايفات تارجة المادي بيكسب ازاي فعاوز ان هو يبقى ده وعاوز تختصر الطريق وعاوز تعمل قفزات وعاوز تتكلم بلغة العصر حتى برضو يا دكتور وحدك بتتكلم عن الفنانين ولعب الكرة اعتقد انه برضو مش المفروض نحن نقتدي بيهم اقتداء كامل لان بالتأكيد عندهم حياتهم الشخصية عندهم تصرفاتهم الخاصة يعني مش لازم انا مثلا شايف قدامي نجم فنان كبير وهم بتطعي يقولوا انا انسان انا مش ملاكي بالزبط انا دلوقتي عاوز اقتدب فنان يبقى اقتدب الموهبة بتاعته اقتدب انتقاؤه للكلمات انتقي سلوكياته اللي هي ممكن بالنسبة لي تعملي اضافة ما تنالش مني وهكذا يعني كنا زمان برضو في الجيل بتاعنا كان لما ييجي مثلا نفسه يطلع دكتور نفسي فتلاقيه مرب سكسوكا وجاي بايب ويكلمك وعطيك ظهره يعني هو كده بقى دكتور نفسي يا رجل ده كلام ده حتى يعني ابسط طواعد اللي علاقة المهنية علاقة الوجه للوجه فيعني بناخد شكليات في بعض الاحيان من وظيفة من ممثل من حد وده للأسف يعني ده شيء غير مرغوب طيب دكتور احنا عارفين انه دايما الانسان المفتاح بتاعه من عقله يعني ازاي بافكر او ازاي باتصرف او ازاي بخلي نفسي افكر هو ده الحاجة اللي هتأثر بعد كده على البيهيفير بتاعي او على ادائي عمتا في الحياة خلينا نتكلم عن الاطفال بقى في سن صغير انا النهاردة كاب او ام شايفوا ليدي مثلا عايزهم يذكروا اكتر او عايزهم يلعبوا رياضة او عايزهم كذا ازاي اقدر ان انا اوجه تفكيرهم ان هم يشوفوا قدوة معينة ومن هنا بقى يبتدوا يمرسوا حياة طبعية رياضة مثلا يذكروا اكتر ازاي اقدر ان انا اديهم انا المفتاح ده ان هم يفكروا بالطريقة ده بص يا حضرتك الاغراق المعلوماتي بالنسبة للأولاد ده مهمة جدا ان انا اخلي ابني يتشبع نفسيا في بناءه النفسي بالقدوة اللي انا عاوزه يقتضي بيها بمعنى ايه حضرتك انا عاوزه مثلا يطلع لعيب كورة عاوزه يطلع عالم وطفر انا عاوزه يطلع ايه انا ابتدي اعمل له مثلا سرش على الانترنت نقرأ سوا نتفرق سوا نتكلم سوا نتكتاب بيتكلم عن الشخصية دي في حاجة اسمها التعلم بالنمزجة اللي انا اجسد له النموذج بتاع الشخصية دي واشرح له الجوانب الثرية والاجابية اللي موجودة فيها اتعاون مع عدارة المدرسة ان هم يبتدوا يعملوا يوم رياضي مثلا حتى لو انا جبت لهم كاسما عندي باسم محمد صلاح على سبيل المثال بحيث ان هو يقتدي ويهتدي بهديو وهكذا في نمازج دلوقتي ورموز موجودة في المجتمع المصري عملت بعض الحاجات زي قادة السياسية مثلا لما ركبت عجلة في يوم من الايام شفنا كم من تشار الدرجات دلوقتي وكم من المبعات متاحة عند الشباب ولما اقول يركب عجلة دي معناها انه بيصحى بدري معناها انه بيستنشق هوى فالعقل السليم في الجسم السليم معناها انه عشان يقدر يسوق العجلة مش بيدخن عشان مش بينهج فبعد عن التدخين وعن الادمان يعني ساعات بيبقى الرموز المجتمعية والسياسية في بعض الاحيان بتبقى قدوة عند الشباب وعند الاطفال بتستسير دوافعهم الداخلية علشان يطوروا نفسيهم ويتطوروا مهاراتهم وسلوكياتهم للأفضل فانا لما باتفرج بالتلفزيون على مشهد سيدوت مش قاعد بتفرج وبازق ازلب لا انا بقول لي ابني وبشاور له بقول له خد بالك انت بص سن هنا مثلا قد ايه والمركز الاجتماعي والوظيفة قد ايه ولكن بيركب عجلة يبقى انت يا ابني سلوكياتك المجتمعية تبقى في البساطة تبقى هلتي وتبقى صحية تبقى كبير في السن فوق الخمسين سنة وما بتنهجش عشان ما بتدخنش وعشان بتلعب رياضة وها كذا لما تروح الكلية بتاعتك ومش عيب انك تركب عجلة وتركينها على باب الكلية وهكذا فيدي اتكلم معهم في القرية دي يعني انا استغل كل كبيرة وصغيرة في وسائل الاعلام في البيئة المحيطة في بعض مركز الشباب في بعض الاسماء اللي الدولة مؤخرا اطلقتها على الكباري وعلى المنشآت وعلى بعض الشوارع والميادين بشخصيات هي قدوة موجودة عندنا زي رئيس السابق عبد منصور على سبيل المثال زي الشامبر قطر اللي ارحمه النائب العام وهكذا يعني وانا معدي جنب الميادين دي معديشه خلاص اقف وكلم ابني وحوره ونقشه واثري عنده الكونسبت او المفهوم المتعلق باسم الناس دي عملت ايه للبلد اه طبعا ده مهم جدا يعني وانا امكان بقدر الان كان لو انا مش عارف خليهم يعملوا سيرش دي الميدان ده متسمي باسم الشهيدة عبد منع مرياض فاعملوا سيرش وقلولي ويقولي ايه اعماله البطولية وستوشهد امتى وفين وليه وهكذا يعني ده مهم اوى حضرتك علاقة الانسانة اخرق الضفل بالمعلومات اه انعملوا نوع من الضراء ونوع من الاغراق المعلوماتي ده بيستصير دايما دفعه الداخلية للأفضل وانه ينمي مهراته وانه يطور من قدراته وانه يبقى قدامه نموذك بيحتز به والاناة والحلم وانه طريق الالف ميل بيبدأ بخطوة وانه ما يستعجلش بتحقيه الاهداف وانه يصبر ويشتغل على نفسه دي كلها امور مهمة ومكتسبات مهما عدت ديله من حكم ومواعظ وارشادات مش حقدر اسر الشخصية بتاعته بالجوانب الاخلاقية دي الا من خلال التعامل مع القدوة طول الوقت طيب دكتور هل في شروط لازم تكون موجودة في القدوة طبعا سبتة تناسب الكل يعني يعني احنا بناخد اللي ناسبنا انما الشروط السبتة فيه شروط شكلية وفيه شروط موضوعية يعني دايما القدوة لازم يتسم بالسبات بالصحة العامة بالفطنة بالزكاء بحسن البديهة بسرعة اتخاذ القرارات وتحمل تبعتها انه يبقى شخصية ملهمة وخلاقة لان القدوة دي بتعلم الالهام انه انت ما تبقاش انسان تقليدي يبقى لازم تفجر بملكاتك الداخلية اللي هي غير عادية بالنسبة لأقرانك وتكون القدوة بقدر الامكان بتحس بالناس يعني فيها بعد انساني وذي اهم حاجة من شروط القدوة هي المكلسوم ليه بقت المكلسوم عشان الموجود الحربي اللي كتبتعمله وكتبتغني وتتبرع ساعتها للجيش المصري في حربه من سنة 67 لأتنين وسبعين عبد الحليم حافظ ليه بقى عبد الحليم حافظ كان قاعد في الازاعة بيتكلم طول الوقت عشان رفع روح المعنوية للناس أصناء الحرب يعني دايما القدوة بيبقى ليها جزء إنساني بيزغل العين وبيقصر الوجدان وبيلهب القلوب فدي حتة مهمة قوي يعني دايما القدوة بتبقى شخصية جاذبة بتجذب الناس وبتجبر اللي حاولين منها انهم ياخدوها قدوة باعتبار ان هي عندها جانب وجداني وجانب إنساني وشخصية بيبقى ليها إلهامات وابتكارات بتخلي الواحد يسترشد بروجدها ويهتدي بهديها طيب يمكن مع انتشار سوشال ميديا وأن حياة الناس كلها بقت مفتوحة على بعض ابتدنا نشوف صفات أكتر أو ابتدنا نشوف يعني خليني يقول تحديات أكتر بيقابلها الإنسان زي مرض الاكتئاب أو التوتر أو الألأ أو يعني أمراض نفسية كتيرة وغير ده حتى ابتدى يبقى فيه صعوبة كده في الحياة يعني غير الأول أو يمكن احنا بقينا عندنا معلومات عنها أكتر دلوقتي كلنا عندنا تحديات بنمر بيها لكن البعض مننا للأسف بيقع وبيركن جنبها شوية إزاي أنا كشاب لسه في مقتبل العمر قدر أن أنا أعدي التحديات دي من غير مقع إيه التفكير اللي أنا المفروض أفكر بيه يعني هو أي شاب احنا بنقوله الإنسان لا يسير على أرض طيعة يعني الإنسان دايما من أول بدء الخليقة لحد النهاردة وواجه الصعوبات ما حدش قدر عليها وواجه المجاعات وواجه الحروب والزلازل والبراكين والفيضانات وفيه كائنات أشد منه قوة وضراوة ما قدرتش تواجه ده وتلاشت زي الديناسور على سبيل المثال ولكن الإنسان استمر وفضل موجود بإيه بقدرته أنه يتجاوز الصعاب أنه ينتص الأزمات أنه يقتزلها أنه يعمل أعد إنتاج سلوك ومخرجات جديدة بالقدرة على التوافق النفسي مع المشاكل وبعدين دايما يعني أنت حضرتك عارفة أنها مسكندرية فدايما نبص للبحر كده أقول الدنيا عاملة زي البحر موجود رايحة وموجود جاية وإحنا عايشين في النص يعني الحلوة عادة في حياتنا والوحش برضو عادة في حياتنا إزاي بقى الوحش ده بيعدي يعني ما يدايقناش بقى قوي بالزبط فكل الأمور بيتم تجاوزها يعني الإنسان بيجي عليه وقت لما يبص اللي راح من عمره يلاقي كل حاجة راحت كل حاجة عدت عليه فالواحد ما يقفش قدام المشاكل قوي والعظمة الحقيقية الإنسان يقدر يبتكر وينتج ويتغلب على المشاكل ويطلع بحلول متفردة دي حتة مهمة قوي هنا كمان يا دكتور الأب والأم ليهم دور مهم جدا في النقصة هم يحطوا قدام الشاب أو ابنهم قدوة تجاوز التحديات أو مشاكل طبعا طبعا وخد بالحضرتك يعني لو عملنا كده هو على مستوى الأسر بتلاقي المجتمع ذات نفسه مجتمع متماسك ومجتمع عنده حلول يعني بص مثلا الصين على سبيل المثال الصين دي عظمتها كلها موجودة فين مستمدة من أحكام كونفيشيوس كونفيشيوس ميت من 500 سنة قبل الميلاد ولكن الشعب الصيني لحد النهاردة والأسر الصينية بتربي أولادها على تعاليم كونفيشيوس فطالع عندهم مبادئ وعندهم قيم وعندهم أسلوب طرح وعندهم رؤية وعندهم قدرة على تحدي الصعاب وهكذا يعني للدرجة إن حتى التاريخ بيقول إن كان فيه اتنين تسونامي حصلوا واحد في أمريكا واحد في الصين لما حصل في الصين كانت الناس توقف طبور علشان خاطر واحد يجيب ربع لتر مية ويديل بقية الناس اللي وراء منه عكس في أمريكا كانوا قاعدين بيتصرعوا مين فيهم مليانجو الأول طب ليه في الصين حصل كده تعاليم كونفيشيوس أنا رحت فريس لحد النهاردة الشعب الفرنسي ماشي بتعاليم جان جاك روسو والإغض الاجتماعي والتمسك الاجتماعي والأخلاقيات الاجتماعية جان جاك روسو ميت من 300 سنة تخيل بقى ولكن شوف أفقاره شكلت وجدان شعب لحد النهاردة ماشي بيها فنيوفر لإبني قدوة وعلى فكرة التاريخ عندنا مليان يعني كنا زمان بنقعد ندرس أحمد عرابي وسعد زغلول ومشرفة كامل وجمال عبد الناصر الله يرحمه والرئيس أنا ورد السادات يعني كان فيه نمزج منورة عندنا ودلوقتي الحمد لله يعني عارف حضرتك أنا ببقى سعد دلوقتي وأنا ماشي في الشارع علاء كباري وميادين ومنشآت وملكة الشباب موجودة بأسماء ناس فعلا قدوة فعلا ضحوا فعلا عطوا صحيح فعلا ضحوا بضمهم وبأفكارهم وبحياتهم وبوجدانهم نتمنى بقى كمان على مستوى الجامعات يعني يبقى كل مدرج بإسم دكتور قيمة عمل حاجة هذا الكلية مثلا بمكتبة خرج أجيال طلع نظرية جديدة وهكذا هذه نقطة مهمة جدا عشان نحط القدوة قدام أبناء أنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا فإننا بشرفتنا ونورتنا دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي ألف شكر لك شكرا لك شكرا لك